بسم الله الرحمن الرحيم وهنفضل نتكلم ونقول عن محافظة السويس اللي هي محافظتي اللي أنا عاشق لها المحافظة اتغيرت تحت تعليمات وتوجهات طبعا السيد الرئيس وتحت تعليمات السيد اللواء أرقان حرب عبد المجيد صقر محافظة السويس وطبعا الجهاز التنفيذي احنا كل حلقة بنجيب السويس عشان السويس كانت مظلومة كان حقها رايح كانت مهمشة بعد الحروب أكتر من 30 سنة مفيش حد كان بيبص للسويس وقلنا كل محافظ بييجي ليه ما ليه وعليه ما عليه هي كانت موازنة كان صندوق المحافظة في موازنة يضوب على قد المشروع بيتصرف وبعد كده الناس تقف من قلة الموازنة النهاردة عندنا اللواء عبد المجيد صقر محافظة السويس يعني بقالوا عامين وربع في المحافظة عمل طفرة كبيرة وغير المحافظة من كل حاجة هناك من مشاريع صرف صحي لبنية تحتية لرصف لحضائق لإنارة كل حاجة هناك في المحافظة طبعا احنا هنوردها لكم من خلال التقارير ومن خلال كاميرا الجريء في الشارع السويسي وكان عندنا قبل أمس طبعا اليوم العالمي للفساد كنا في جامعة السويس وكنا في كورنيش السويس الجديد تحت رعاية السيد محافظ السويس وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وحضر طبعا في اليوم العالمي اللواء محمد عيسى مدير هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة السويس وفي الجامعة طبعا الدكتور عبدالله رمضان نائب السيد المحافظ حضر عن السيد المحافظ وكان بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة والأستاذ محمود الفولي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمدرية التعليم بالسويس والسادة التنفيذيين بالمحافظة احنا قلنا للناس اللي هي بتبعت لنا من خلال التواصل الاجتماعي او صفحة برنامج الجريء او صفحة الاعلامي هاني وارس من خلال الفيسبوك بتبعت مشاكل وبتبعت حاجات خاصة احنا ما عندناش حاجة بنروح لها خاصة احنا اي مشكلة عامة احنا بنحلها والخاصة طبعا احنا بنعرضها على السادة المسئولين وفي عندنا طبعا بيبقى فيه لقاء مع المحافظ اللي هو اللقاء الجماهيري والسادة المحافظ بيشوف طلبات الناس وببقى عندنا الناس المسئولين هناك او التنفيذيين بيقوموا بحل المشاكل ان شاء الله اللي جاي احسن واحسن اتجاه محافظة السويس والسويس على الطريق الصحيح طبعا الدولة بصت او دولة سيادة الرئيس بصوا لمحافظة السويس او دولة رئيس الوزراء وكل الدعم لمحافظة السويس كنا مع السيد محافظة السويس امس الخميس بدوان عام المحافظة من داخل مكتب السيد المحافظ طبعا كنا بناخد منه تصريحات والرجل صرح لنا طبعا الدولة عازمة على توفير كافة الامكانيات لتحسين البيئة والتنسيق الحضاري ورصف الطرق وتوفير فرص عمل من خلال طبعا القوى العاملة وتشغيل الشباب هناك طبعا طريق السويس اسمعالية الناس شغالين فيه هناك توصيل خط مياه الشرب لمدينة السلام واحد والسلام اتنين من خط العاشر من رمضان ضخ خمسين الف متر مكعب يوميا حاجة جميلة طبعا الناس هناك كانت بتشتكف السلام المياه كانت بتقطع على طول والكلام ده يعني السيد المحافظ عمل ضخ هناك وتوصيل خط المياه حاجة طبعا جميلة محترمة وتخصيص 40 الف متر لانشاء مستشفى عام جديد نظرا لوجود مستشفى عام واحدة بالاضافة الى تطوير 16 وحدة صحية بالمحافظة طبعا السيد المحافظ صرح ان السويس بدور رمال صفرة هناك الحضائق حديقة السويسة واحد والسويسة اتنين طبعا شفنا طريق مصر السويس او السويس القاهرة هناك وانت جاي من مصر اقران او انت رايح مصر طبعا طريق الكبر الجديد هناك على الجنب اليمين طريق الخدمة بنطاق حي فصل شفنا الطريق عمل ازاي هناك نارة ورصر وزرع وورد حاجة جميلة اتجاه التاني على ايدك الشمال وانت جاي بنطاق حي عطاقة طريق الخدمة امام طبعا المستشفى الجديدة هناك وكلية الطب مدان نهضة مصر وشفنا الزرع والورد وبلاط الانترلوك حاجة طبعا طريق بمحافظة السويس وطبعا افتتاح اكتر من ثلاث ميادين وانشاء حديقة هناك السويسة واحد واثنين وتطوير كورنيش السويس الجديد والسويسة القديم بشارع برسعيد وطبعا انتهاء من تطوير حريقة الفنانساوي تم افتتاحها بقيادة السيد المحافظ ومسؤولي هيئة قناة السويس وتطوير طريق الخدمة بحي اعتاء وفيصل والعمل على انشاء كورنيش بترعي السويسة الاسماعيلية بحي الجناين طبعا شغالين فيه هناك الدولة خصصت 320 مليون جنيه لانهاء مشاكل الصرف الصحي بالكامل من خلال تغيير الخطوط وصيانة الشبكات وتطوير محطات الصرف هناك طبعا محافظة لم يتم تأهلها منذ عام 1942 طيب هنكمل بقية التصريح اللي اكد واشار وقال عليه السيد اللواء عبد المجيد صقر ياريت لو السيد المخرج الاستاذ محمد عبد المجيد جاهز بلقاء السيد محافظ السويس نطلع نسمع السيد المحافظ ويقول ايه ونرجع تاني مرحب بيكم معالي وزير النهاردة احنا طبعا من امام شلهاب برتوفيق بعد النوة وبعد اللي احنا شفناه والصور اللي طارت حاجة جميلة وحاجة يعني مكلفة من حضرتك شايفين اعمال النهاردة بتعمل امام الشلهاب حضرتك احكي للاستاذا مشاهدين والسويسة بصفة خاصة يعني انا للسويس اني بقى فيها مكان تبقوا مبسوطين وسعداء بيه مكان يسمح للناس انها ترتاد الشاطئ مكان يسمح للناس انها تيجي تجيب اسرتها وتقعد يوم في شليهات المحافظة ويبقى منها للبحر على طول ان شاء الله لما تنتهي الاعمال وتكمل الاعمال هنفتح للناس كلها بالكامل حتى الان مفيش فتح للناس لكن هو احنا بنتابع الاعمال لان حيستلزم الكلام اللي احنا بنعمله ده ان احنا نجيب شركات متخصصة للنظافة والانقاذ والحراسة وكل الكلام المحترم دوا بحيث يبقى حاجة تليق بان يبقى السويس لها اسم على الخريطة في هذا المجال وان شاء الله رب العالمين ان شاء الله حتى المرينة اللي احنا اللي كانت عندنا دي اللي كان عليها قاعة قديمة وطارت مع النوة واخد بالك حنعمل حاجة برضو محترمة لان انا متذكر كويس جدا لما جاننا زيارة معالي دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء احنا كنا مندور على مكان في السويس عشان نخدهم نقعدهم فيهم ونصطدفهم فيهم فلا يليق ولا صح ان محافظة السويس العريقة القديمة من مدينة ولا محافظة الصمود والتصدي ما يبقاش فيها مكان لائق بالنصطدف فيه من اول ان شاء الله فخامة رئيس الجمهورية لغاية اقل حد موجود في الدولة ولغاية مواطن السويس نفسه ان يجي يبقى مبسوط هنا وسعيد وفرحان انه يبقى فيه حاجة زي كده في محافظة فدك ده الفكرة العامة اصناء الجولة الميتمية لحضرتك شايف حضرتك بتتكلم على الخضرة وجمال الخضرة كل مني كانت محرومة من الخضرة طبعا فنم يعني انا انا فكر كويس جدا اول جنينة بتادي تعملها لقيت تعليق وكمنت كده من حد ويقول ان انا مبصش لوسائل التواصل الاجتماع دي خالص لكن حد وصني يعني من واحد قال لك اه زي زي اللي قبله حيعملوها وبعد شهر حتموت اخذ بالك انا عايز بس حد من السويس يشاور لي على عود اخدر حطناه مات من ساعة ما تحط في غاية النهاردة بالعكس ده بيتطور وبيبازه وبيطلع له قدام ان شاء الله احنا بنعمل نمط مش علشان اللي وعب مجيد موجود لأ علشان اللي وعب مجيد لما يمشي ويمشي ميت واحد زي اللي وعب مجيد بعده تفضل السويس جميلة زي ما هي والمحافظة اللي تعتبر اجمل محافظة جمهورية مصر العربية اللي انا دايما اقول عليها كده فعلا تبقى جميلة وتستحق هذا اللقب عن جدارة وبدون ادنى تحاج وبدون عنصرية في الكلام اللي يخشها ما يبقاش يتمنى غير انه يجي السويس مواطن بقى اللي بيخش الجنايين ويقعب كده وهو ماشي يحافظ على الجناي وانت عارف الكلام ده وانحنا مش حنقود نقول كتير في هذا الموضوع احنا قلنا لهم مرة واش حنقلها تاني حافظوا على المكتسبات بتاعتكم محدش هيحافظ عليها غيركم لان انت عليها النهاردة ولها بكرة ولها بعده ولادك وعيالك واحفادك انا ماشي وغيري ماشي لكن دي بتاعتك انت حافظ عليها شكرا كمالي وزير شكرا التقرير يتحدث عن نفسه سمعنا السيدة اللي وقر كمحارب عبد المجيد صقر محافظة السويس قال ايه عن المحافظة قال اي حد يسمع عن محافظة السويس يحب يخشها من اللي هيتم فيها وخلال التصرحات طبعا ان ما كنت مع حضرته قال تركيب شبكات صرف الصحي للمناطق المحرومة اللي ما فيش حد بيخشها نهائي احنا طبعا شفنا امامنا السيدة المحافظة قال ايه قال ياريت 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 نهتم بالمحافظة ونخلي بنا منها وانا طبعا سألته عن يعني السويس بدون خضرة ورمال صفرة قال ان شاء الله السويس مش يبقى فيها حبيت رملة صفرة كنا مع السيدة المحافظة في احد الجوالات وسجلنا معاه التقرير امامكم يتحدث عن نفسه وطبعا السيدة المحافظة قال تم الموافقة على تطوير السكة الحديد وقطار السويس سيتم تشغيلها قطار القهرباء السريع بداية من السويس ثم السخنة مرورا بالعاصمة الادارية حتى مدينة السادس من اكتوبر السويس يا جماعة في طفرة كبيرة تحت طبعا تعليمات وتوجهات السيد المحافظ المحافظ وشوفنا الجهاز التنفيذي كله معاه في احد الجوالات امامنا على الشاشة كنا امام الشالهات بطريق برطوفيق حاجة طبعا محترمة السيدة المحافظة تكلم على التوعية يا ريت نخلي بالنا من المحافظة الحاجة دي اي مسؤول بيعملها مش هيخدها وهو ماشي لا دي من المكتسبات للسويس من المواطن السويسي الحاجة دي من المكتسبات بتاعكم انتم يعني نحافظ عليها بكده هنكون انتهينا طبعا من تصرحات السيد محافظ السويس ولقاء السيد المحافظ هنخش طبعا على